من باريس مع الباحث الجامعي الجيوسياسي سيد لاغا شاقروش مساء الخير أهلا بك معنا سيد لاغا إذن بإفريقيا أكثر تعدل أكثر تعرضا لخطر هجمات الإرهابية بعشرين ضعفا من أوروبا وهذا طبعا هو مفاجئ ربما للكثيرين لو أمكن تحدث أكثر من هذا الموضوع ما الذي يعزز تواجد هذه الجماعات الإرهابية هناك وإلى متى يعني إلى متى هي قادرة على الصمود إن كان جماعة أباب صومالية داعش بوكو حرام هو هناك أولا في تعليق صغير لا يمكن أن نشخص بأن إفريقيا هي إفريقيا فوق خط الاستواء أي من صوماليا إلى نيجيا إلى الشمال أو بالمفهوم العام إفريقيا الشمالية فوق خط الاستواء الأسباب وهذا يعني تقرير جيد جدا ليصدر بعض الكتابات الأكاديمية من ناحية الإعلام ومن ناحية قيمة هذا التقرير شيء رائع لأنه يكشف مدى الجرائم الإرهابية التي ترتكب في إفريقيا الأسباب في اعتقاد السبب الأول هو هشت دول إفريقيا من أسومال يمكن أن نقول لا توجد دولة ليبيا نيجيريا شمال نيجيريا هناك فقدان للسيطرة عن الأرض مالي وليبيا هذه ناتج عن هذا التمركز الإرهاب بهذه القوة وجرائم الإرهاب بهذه القوة ناتج عن ضعف الدول المركزية يعني ضعف الدول الفقر الفوضى بعد موجود أمن كافي هي من العوامل التي تجعلها معرضة كثيرا لهذه الهجمات الإرهابية لا نتحدث عن قوتها ليس قوة هذه الجماعات هناك هي سبب إذا ما قررنا بالدول الأوروبية لا لا بالنسبة لدول الأوروبية هناك نوع من التقنيات عناصر مجندة عناصر سرية تعمل بتقنيات أنترنت وغير شبكة التواصل لكن في إفريقيا لا يخفي عليك بأن الإرهاب له خلفية إجرامية تهريب قد تمكن أو عن جماعات جماعات تمارس التجارة المخدرات التهريب منذ عشرات السنين الآن أعراضت خاصة التقرير يؤكد عن هذا من 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 2010 تم نوع من التعامل التجانس بين الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية أما من ناحية من ناحية الأعداد والتقنيات لو نأخذ مثلا مثل الشباب أو بكو حرام هي في بداية الأمر جماعات جماعات إجرامية كانت تهرب البشر وتهرب المخدرات وتهرب السجائر وتهرب كل شيء لسبب عدم وجود مصالح أمن قوية عدم وجود لا لأن هذه الجماعات قوية وهذه الجماعات لها لها مشروع سياسي لا لا هي وجدت فراغ فتمركزت في هذا الفراغ طيب بكيفية نعم كيفية وضع المراحل التصدي لهذه الجماعات الإرهابية على كل تحت أي مسمى مهما اختلف تسمياتها كيف يجب أن تكون في أفريقيا إلى أي درجة يجب أن تكون مختلفة عن أي جماعات إرهابية في ملدان أخرى كما حدث في سوريا وفي العراق مثلا يعني كان فيه إيلاء كبير للوسائل الإعلامية الروباجندا الإعلامية لهذه الجماعات في بلدان أخرى كان فيه لموضوع الوعي والفكر المتطرف والتوعية الدينية بالفكر الإسلامي الصحيح وليس ما تدعيه هذه الجماعات الإرهابية بأفريقيا ما الوضع إلى أي درجة يعني مصادر تمويل الإرهاب كمان كان داخل ببلدان عديدة إلى أي درجة بأفريقيا هو عامل من العوامل الرئيسة أكثر مؤثرة أكثر خاصا بأنه قلت وفيه عوامل عديدة تهريب بشرة تهريب مخدرات سلاح بالمقارنة مع أوروبا أو الشرق الأوسط فالشرق الأوسط هناك جماعات استغلت في أعتقادي نوع من الصراع الجيوسياسي بين الدول فتمكنت أن تقوم بأعمال مثل داعش وغير داعش في أوروبا هناك نوع من الذئاب المنفردة أو العناصر المختفية تعمل على شبكة أما أفريقيا في قضية قضية الفقر هي الأساس وقضية التهريب لأن التهريب في أفريقيا عمل ربما تاريخي وكذلك لابد في أفريقيا نخذ نوعين مثلا مصر ونيجيريا يأخذ التجربة من الجزائر مصر لها جيش قوي لها تجربة قوية نيجيريا لها جيش قوي وإمكانيات كبيرة ممكن هذه البلدين المهمين ممكن يقضع الإرهاب في مدة سنة سنتين لا أكثر ولا أقل أما تبقى البلدان الفقيرة جدا والمنعدم فيها مصالح أمنية مثل السومال ومثل مالي بالنسبة لمالي هناك موقف للدول المجاورة لمالي وفرنسا هناك مخطط لإحتواء هذه العناصر الرهابية ممكن سنتين يقضوا عن هذه العناصر إذن هناك أمل كبير لأن لا يوجد لهذه العناصر جذور دموغرافية إنسانية جذور سياسية مشروع سياسي لا يتكلمون العربية ولا يفق هنا في الدين ولا في اللغة العربية ولا في أي شيء أنا أشكرك جزيلا هذه نوع من تكلمنا في هذا الموضوع صحيح الباحث الجامع الجيوسياسي سيد لاغا شاقروش شكرا